لتنظيف الألواح الشمسية يجب اتباع الإرشادات وقواعد السلامة التالية التنبه من خطر السقوط أثناء التنظيف عدم الضغط على الألواح الشمسية أثناء التنظيف تفادياً للتشققات وبالتالي الصدمات الكهربائية تنظيف الألواح في أول النهار وليلاً عندما تصبح باردة تفادياً لأي ضرر فيها ارتداء حذاء وقفازات عازلة للكهرباء استخدام المياه المقطرة منزوعة الأيونات لتفادي مخاطر الصدمات الكهربائية الرجوع إلى توصيات الشركة المصنعة قبل البدء بالتنظيف أما الأدوات والمواد المطلوبة فهي قفازات عازلة للكهرباء حذاء عازل للكهرباء خرطوم مياه قابل للطي اسفنجة ناعمة قشاطة مطاطية عصاة ممتدة مياه مقطرة منزوعة الأيونات أو سبيرتو مخفف بالماء وتتلخص الخطوات العملية لتنظيف الألواح الشمسية من خلال إجراء فحص بصري لكل الألواح الشمسية بحثاً عن أي تكسر أو حروق أو تغير في اللون أو براغ مرتخية أو أسلاك مكسورة تشذيب النباتات الحاجبة للشمس أو إزالتها إزالة أي حيوانات منتشرة تحت الألواح الشمسية من دون المساس بالكابلات استخدام مياه مقطرة بدرجة حرارة الغرفة أو استبدالها بمياه الأمطار أو الحنفية أو سبيرتو مخفف بالماء على أن تكون خالية من حبيبات أو مواد ملوثة مضرّة بالألواح استخدام خرطوم مياه قابل للطي لضخ القدر المطلوب من المياه بحيث تسيل على كامل مساحة الألواح على أن لا يكون عالي الضغط لكي لا يسبب ارتطاماً استخدام إسفنجانا عمال إزالة البقعة العنيدة واستعمال عصا ممتدة للوصول إلى الأماكن البعيدة شطف الألواح من أعلى نقطة لإزالة الأوساخ غير العنيدة يمكن تكرار عملية التنظيف في حال بقاء البقعة العنيدة ترك الألواح لتجف طبيعياً في الهواء أو مسحها بقشاطة مطاطية موضوعة على عصا ممتدة أو قماشة من الشموى وذلك من الأعلى إلى الأسفل التأكد من عدم وجود حبيبات رمل أو أوساخ مترسبة قد تؤدي إلى خدش سطح الألواح ما من ضرورة لتنظيف الألواح من الثلج حيث أن ذلك يترافق مع أدنى مستوى من الإشعاع الشمسي مع ذلك يمكن إزالة الثلج عن الألواح بواسطة فرشات أو ممسحها باتباع طريقة التنظيف الموضحة أعلاه مع الحذر من انزلاق الثلج من المساحات العلوية ترجمة نانسي قنقر